بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم في المرسلين الله مıyorرمنا ينفع نفع 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 ما علمتنا انك انت العليمي الحكيم كيف تتحكم في المساحة The View فاي. يعني انا عندي واي فاي في المكان ازاي يقدر يتحكم في المساحة الخاص بان انا اكبر مساحته او اقللها. كلنا مهتمين بتقوية اشارة الواي فاي. وازاي ان انا عند راوتر او اكسس بونت يغطي اكبر مساحة ممكنة في المكان. وبالتالي كل الناس بتدور على طرق ازاي تقوي اشارة الواي فاي عشان يقدر يستفيد به في اكبر قدر من المساحة الممكنة. وعملنا له شراحات كتير جدا على القناة وان شاء الله هسيب لك اللينك الخاص بالحالة الخاص بتقوية اشارة الواي فاي في الوصف تحت الفيديو. زي ما قلت من شوية ان انا اقوي اشارة الواي فاي ده شيء معروف ومعروف اسبابه ان انا عايز اغطي مساحة اقبر عشان استفيد بالمساحة. ولكن لما اجا اقول لك ازاي تقلل او تضعف اشارة الواي فاي ده اللي مش مفهومه ده اللي حنفهمه النهاردة. ليه انا عايز اضعف اشارة الواي فاي وحستفيد ايه? واعمل كده ازاي? مبدئيا في اسباب كتير جدا هتخليك محتاج ان انت تضعف او تقلل المساحة الخاصة بتاقتصة واي فاي. ابساطها هو الحماية. لو في هجمات بقى ام دي كي سري زي ما شرحنا. وبرضو هتسيب لك اللينك الخاص بحلقة ام دي كي سري والهجوم وازاي بيحصل الهجوم على الشبكات المحمية بشكل قوي جدا لما الهاجر بيفشل في اختارك هزي الشبكة بيضطر الهجوم ام دي كي سري وتكلمنا عنه بالتفصيل وزي ما قلت حسيبه لك اسفل الفيديو. وكان الحل من وجهة نظر الى الان هو اضعف المساحة الخاصة بالواي فاي عشان ما حدش يقدر يوصل لك. تاني حاجة هو الاحراج لو حد من جران او حد من اصدقاء عايز للخاص بالواي فاي فانت بكل بساطة بتقلل المساحة الخاصة بالواي فاي بحيس ما توصلش اصلا لجرانك او الناس اللي حواليك. عشان تجني نفسك الاحراج ممكن تخفي هذه الشبكة او انك بتوضع في المساحة خاصة بالواي فاي بحيس تغطي بس المكان اللي حدرتك موجود فيه. تالت حاجة وهو احد الاسباب الوجيهة والمهمة جدا هو هو تقليل الضغط على الراوتر. لان عشان الراوتر يبسس اشارات الواي فاي في اكبر مساحة ممكنة فبيشتغل باقصى قدرة وباقصى طاقة وبالتالي ده حملة على الراوتر انه لما بيعمل فترات كبيرة باقصى طاقة وبالتالي تقليل مساحة الواي فاي او اضعاف الشبكة بيخفف في الضغط عن الراوتر او الاكسس بوينت الخاص بك. طيب دلوقتي عايزين نعرف ازاي نقلل هذه الاشارات عن طريق الراوتر او الاكسس بوينت كل مساطة عشان ان الشرح يكون سهل لكل الناس. انا بطبق الشرحي على راوتر معين على ما ان شاء الله اوفر مجموعة من الرواتر الاكسر استخدامة في العالم العربي بقى سواء عندنا في مصر او في بعض الدول العربية زي تونس ومغرب الجزائر العراق اليمن لانه بيشرفني على القناة ناس كتير منهم ودول لهم تحية خاصة مني الحقيقة على راسي لان هم دايما دعمين للقناة وبالتالي بلازم المواضيع تكون موجهة بشكل عام لمصر والدول العربية. مبدئيا هتدخل على الراوتر الخاص بيك وهتدخل على اعدادات الواي فاي ايا كان نوع الراوتر. يعني بتستخدم بقى راوتر من تيبي لينك راوتر من زي دي تي اي راوتر من هواوي راوتر من دي لينك راوتر من اي شركة بتدخل على الراوتر عن طرية الاي بي الخاص بيك. احنا بالنسبة لنا واحد تيسعة اتنين دوت واحد ستة تمامين دوت واحد دوت واحد و بعدين بتدخل على اعدادات الواي فاي. لو انت في راوتر زي دي تي اي هتدغط على وبعدين وبعدين دابوي لان. وبعدين من الدابوي لان هتركز على ترونزيميت باور. والترونزيميت باور دي هي الطاقة المستخدمة لبس الاشارات الخاصة بالواي فاي يعني الراوتر الخاص بحضرتك بيبس اشارة واي فاي طيب بيبساعة عن طريق وهي الطاقة المتحكمة في قوة اشارة الواي فاي انت بكل بساطة هتقلل هذه الطاقة موضوع بسيط جدا في بعض الرواتر بيبقى فيه خيار او يعني عايز هذه الطاقة تكون قوية فبتختار او قليلة فبتختار وبالتالي لو انت عايز تقلل المساحة الخاصة بالواي فاي هتقلل قوة هذه الاشارات وبالتالي هتروح على الخيار ترانزميت تايم وبتختار لو في بعض الرواتر بعد الرواتر بتبقى نسبة مقوية عشرين اربعين ستين مية انت بتقللها للمساحة اللي انت محتاجها عشرين اربعين ستين زي ما انت عايز بتضغط على سابمت وبكده انت قللت المساحة الخاصة بالراوتر من خلال ترانزميت تايم. من نفس اعداد الواي فاي هتركز على الاعداد او على الخيار بيكون انترفال. بكل وساطة علشان الموضوع يكون سهل على الناس. الراوتر بتاع حضرتك او انة بيطلع اشارات بشكل مستمر من الراوتر. كل لحظة بتطلع هذي الاشارات. الاشارات اللي بتطلع من الراوتر عشان توصل الكمبيوتر او التليفون ومعها البيانات طبعا سواء بقى فاتح موقع اي حاجة فبتوصلك عن طريق اشارات الوي فاي زي ما احنا عارفينه. الراوتر بيبس هذه الاشارات كل لحظه فبتفضل هذي الاشارات بتخرج من الراوتر كل لحظة. ما احنا بقى ممكن ان ناخر وقت خروج هذه الاشارات من الراوتر الى التليفون او الكمبيوتر الخاص بك عن طريق هذا الخيار اللي هو بيكون انت فعلا. هتلاقي الخيار بالميلي ساكند فبتقدر تعطل هذه الموجات انها تتأخر لمدة الف ميلي ساكند يعني ثانية ودي بتفري كتير جدا. ان هذه الاشارات ما بتخرجش بشكل مستمر لكل لحظة ولكن بتخرج كل الف ميلي ساكند زي ما انت عايز بقى تخليها ربعمية خمسمية. الافتراضي بتاعها انه الراوتر بيطلع كل مئة ميلي ساكند. وبالتالي تقدر تأخر وقت ارسال هذه الاشارات يبقى ما يرسلش الاشارات كل مئة ميلي ساكند. يرسلها كل متين تلتمية ربعمية خمسمية حسب راغبطك لحد 1000 ميلي ساكن الد. وبالتالي تقدر تأخر هذه الاشارات وتضعف قوة الاشارات او التغطيرة الخاصة بالاشارات بكل سهولة بدون تعقيد. الخلاصة اه انت عايز تضعف التغطيرة خاصة بالواي فاي او تتحكم في المساحة الخاصة بالواي فاي سواء تقللها او تشتغل باقصر طاقتها هتعمل كده عن طريق اعدادات الواي فاي وعندنا اعدادين كل الشغل فيهم. ترازم يتدول ودي الطاقة المستخدمة لبس الاشارات من الراوتر كلما كانت قوية كلما كانت الاشارات هتبقى اقوى ومداها اوسع طبعا وكلما تقل اكيد المادة بتاعها هيقل. تاني حاجة البيكون انترفال والبيكون انترفال مسؤول عن وقت الارسال اللي احنا قلنا الراوتر بيرسل كل مية ميلي ساكند. هذه الاشارات احنا هناخر وقت الارسال. تأخير وقت الارسال ده عن طريق ايه? عن طريق البيكون انترفال. تقدر تأخر وقت الارسال. الافتراضي هي مية ميلي ساكند. انت تقدر تأخرها لحد الف ميلي ساكند برحتك متين تلتمائة وربعمية خمسمية زي ما انت عايز. وقلنا فوض انك تقللها انك عشان الاحراج وعشان الحماية وعشان تخف الضغط على الراوتر ما يشتغلش باقصى قدرة واقصى قوة ليه. يا رب كل ما ضعه سهل وبسيط ووصل لكل الناس. لو عندك اي استفسار او اي اضافة لا تتردد انك تسبها في تعليق واحنا هنشاركها مع بعض. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نوصل لك كل جديد من فعال القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.